فلا يجوز أن نهنيعهم بأعيادهم أبداً لأن التهنئ بعيادهم الدينية يعني الرضا بشعائل الكفر وهذا خطير جداً فإذا قال قائد هم يهنئون بالأعياد إذا جاعد رمضان إذا رضح يهنئون لأن أعيادنا والحمد لله أعياد شرعية وأعيادهم أعياد بدعية لأنها إن صحت المناسبة وهو ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام فهي بدعية شرعاً لأن عيسى ما كان يحتفل بميلاده وإن لم يصح أنها مناسبة لميلاده فهي بدعية شرعية تاريخية ليس لها أصل إذن كيف نهنئهم بشيء؟ ليس إذن شرعاً ولا واقعاً لأننا لا ندري هل وافق ميلاد المسيح أو لا وإذا قيل إن هذا معلوم بالتوافل نقول وليكن معلوماً وليكن مرطابقاً لميلاد المسيح لكنه عيد بدعي شرعي إذن لا نهنئهم بك أما كومهم يهنئوننا بعيدنا فنعم عيدنا شرعي والحمد لله وحق لنا أن نهنئ به أما عيدهم فليس بشرع طيب أرأيتم لو هنئون بعيدهم هل يجب علينا أن نرد عليهم؟ الجواب لا ما نرد عليهم؟ لأن نرد عليهم يعني إيه؟ الموافق والرضا فإذا جاء إنسان كافر قال لأهناك ما شاء الله اليوم يوم واحد وثلاثين عيش ديسمبر ما شاء الله عيد المبارك هنى كالله أعاد الله عليك بخير ماذا أقول له؟ ما أرد عليهم؟ قل يا أخي هذا ليس ريداً لنا لكن دعاءك لي لا أرده إنما اتهني أهلاء لا أقبل لأنه ليس عيداً لنا هذا الواجب علينا إذا كنا أعزة وإلا فهم كما قال الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنوا ما أنتهم باسهنونك عيدك إذا هنيتهم عيد انتهينا من الكلام على هذا